السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبدالرازق استشاري أمراض موادية وجهاز هضمي وكبد أتشرب بوجود معكم موضوعنا اليوم عن تحليل الأيدز أمتى نفعله؟ طبعاً مهم جداً أن نحن نفهم أن تحليل الأيدز مهم في التشخيص لأن المريض أو المصاب لا يشعر أنه عنده أي مرض لا يشعر بأي أعراض أكثر من حوالي 70% من الحالات المصابة لا يشعر بأي أعراض نهائياً طبعاً هذا المريض أو هذا المصاب نشرح في هذا الفيديو إمتى نفعل تحليل الأيدز وإمهما هي أنواع تحليل الأيدز أولاً يجب أن نفهم أن في بعض البلدان العربية ليس كل الأنواع متوفرة مثلاً الجيل الرابع الجيل الرابع هو القومبو القومبو أساساً عبارة عن اختبار نعمله إميونو جلوبلين جي وأميونو جلوبلين أم لنوعين النمط الأولاني والنمط الثاني للـ HIV بالإضافة إلى الـ B24 وهذا جزء من الفيروس الـ HIV يعني إذن اثنين من الأجسام المضادة الـ IgG والـ IgM واثنين النمطين الـ HIV-1 والـ HIV-2 وكمان الـ B24 وبالتالي هذا الجيل الرابع من أفضل التحليلات للـ AIDS أو للـ HIV وهذا متوفر في معظم البلاد العربية لكن ليس في كل البلاد العربية سنجده وهذا يبقى إيجابي وقطعي بعد الأسبوع السادس لا نستطيع أن نفعله قبل ذلك لأننا لو عملناه قبل ذلك يمكن أن يخرج سلبي وبالتالي سنعتمد لا يعتمد على أنه قطعي لابد أن يكون هذا التحليل قطعي يبقى بعد 6 أسابيع بالنسبة للجيل الثالث الجيل الثالث من التحليل للـ AIDS هو عبارة عن الـ IgG والـ IgM وهي الأجسام المضادة للنمطين النمط الأول والنمط الثاني للـ HIV-1 وـ HIV-2 هذا يجابي وقطعي بعد حوالي 10 أسابيع وهذا موجود في معظم البلاد العربية هذا التحليل قطعي بعد 10 أسابيع بالنسبة للجيل الثالث الجيل الثالث هو عبارة عن أجسام مضادة وهي IgG ضد النمط الأول والنمط الثاني وهذا قطعي بعد ثلاث شهور بالنسبة للبسال الثالث هذا متوفر في كل البلاد العربية الجيل الأول هو أجسام مضادة وهي IgG وهذا ضد الـ HIV-1 النمط الأول فقط من الـ AIDS وهو HIV-1 وهذا أيضا قطعي وإيجابي بعد ثلاث شهور بالنسبة للبسال الثالث البيسال الثالث قطعي بعد 9 أيام يعني لو عملناه بعد 9 أيام وطلع سلبي إذن هذا قطعيا أنت سلبي أحب ألفت النظر أن هناك بعض الحالات يعني غير موضوع أنك تعمل PCR أو تعمل الجيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع على حسب الدولة التي موجود فيها أو المعمل الذي يعمل لك التحاليل أحب ألفت النظر أن الحساسية بتاع التحليل الـ HIV حساسية عالية جدا يعني لو أنت طلعت سلبي إذن 99% من 10% أنت سلبي اتطمن المهم أنك أنت تروح بعد فترة النافذة ما هي فترة النافذة؟ الفترات التي قلتها هي فترة ظهور الأجسام المضادة في الدم لو أنت قبل فترة النافذة هذا ليس قطعي وبالتالي سأعتمد لا أعتمد على التحليل الذي قمت به يجب أن يمر الفترات التي قلتها على أساس أن نشخص الـ HIV قطعيا في حالة أنك إذا طلعت إيجابي المعمل نفسه يعمل تحليل آخر اسمه الـ Western Union هذا الـ Western Union لكي يتأكد المعمل أنك فعلا إيجابي هذا ليس أنك الذي تعمله هذا هو المعمل نفسه الذي يعمله لكي يطمئن تمام لإطمئنان من إيجابية التحليل بالنسبة لتحليل الـ HIV بعض الناس تظهر سلبي ولكن لا زال يعاني من الأعراض أحب أن أطمنك أنك بعد مرور فترة النافذة التي قلتها ولو أنت طلعت سلبي أنا أطمنك أنك قطعيا سلبي لكن يا دكتور أنا أشعر بهزلان وضعف عام وصداع وأحس أن أنا وزني نقص وفي بعض الغدد اللينفاوية ظهرت تحت الإبط أو في الرقبة وفيه بياض على اللسان وفيه طفح جلدي يبدأ يظهر على الجلد أحب أن أطمنك أنك طالما تلعت سلبي بعد فترة النافذة فأنت سلبي قطعيا وأن كل الأعراض التي تشعر بها ما هي إلا نوع من أنواع الندم مصحوب بتوتر ووسواس ممكن أن يكون عندك مرض جنسي آخر وبالتالي أنصحك أنك أنت تتوجه لطبيب مختص للفحص أو ممكن أن يكون عندك مرض باطني آخر غير الأمراض الجنسية أيضا الدكتور سيفحصك ويقوم لك التحاليل اللازمة ويطمنك لكن طالما أنك أنت تلعت سلبي بعد فترة النافذة فأنت سلبي قطعيا اتطمن من ناحية الـ HIV أيضا أحب ألفة النظر أننا لدينا استشارات على الواطس وممكن أن تبعث التقارير الطبية للواطس الذي سأكتبه في صندوق الوصف وأيضا موجود في أول تعليق أحب أن أطمن كل الناس أنها بعد فترة النافذة لو أنت طلعت سلبي، ألف مبروك، أنت سلبي قطعيا اتطمن، لا تقلق، لا يأتي لك وسواس، لا يأتي لك ألق أنت سلبي قطعيا لأننا نرى بعض الحالات يقول مثلا أن أنا فسخت خطبتي أو أن أنا أساسا زوجتي أنا لا ألتقي معها أبدا نتيجة أني لدي أحساس أني لدي المرض برغم أنه عمل التحليل مرة واثنين وثلاثة وطلع سلبي، برغم أنه عمله بعد فترة النافذة أنا أحب أن أطمنكم وكلكم أنت سلبي قطعيا لا يوجد أي مشكلة خالص بالنسبة لك اتطمن أشكركم جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر